طيب خليني انتقل معك للموضوع القضية اللي شغلت من مبارح لليوم كل الأوساط موضوع السفيرة الأمريكية والقرار القضائي وإلى ما هنالك يعني وكل اللغة اللي صار حول موضوع الاعتزار وعدم الاعتزار واتبين بالآخر أنه الوزير السابق سليم جريساطي هو اللي اتصل بالسفيرة الأمريكية وأوضح للغة اللي أثير كما نقل عن أوساط أصرب عبدة اللغة اللي أثير بالنسبة لوسائل الأعلام وأوضح لأنه ما في خلفية سياسية مقصودة من خلال هذا القرار القضائي نظرتك للموضوع وكل هذا اللي صار من مبارح لليوم أنا بشوف تفصيل عطو أكبر من حجمه في مواجهة أمريكية على حزب الله عنوانا الصراع العرب الإسرائيلي ودوره كمقاومة وهذا شيء موجود من زمان بعد 17.20 والوضع الاقتصادي اللي استجد من تصريحات وزير الخارجية بومبيو لا شينيكر لا السفيرة وواضح المواقف الأمريكية عم تحاول بشكل أو بآخر ترمي على حزب الله مسؤولية أو سبب تفاقه من الوضع الاقتصادي عم تحمله مسؤولية بشكل أو بآخر سفيرة نفسها بآخر الشهر الماضي على تلفزيون أو تيفي قالت أن اتهام أمريكا بالتضييق في موضوع الوضع المالي في غير محله لأنه هو نتيجة عقود من الفساد فقالت بالأول فساد واعتبرنا أن احنا تصريحه مصبوط أنه عقود من الفساد مؤخرا تصريحه الأخير كان عن أنه حزب الله أخذ مليارات من الدولة بالموضوع هايطان هاي دي المواجهة عنوانا أنه القفز على الأزمة الاقتصادية لحتى يوصلوا لحزب الله بالطبع بصرف النظر أنه هاي دا الموضوع مش واقعي كون حزب الله ما كان عنده ولا في فترة من الفترات شراكي بالحكومة غير مسألة رمزية وخاصة من 2005 وطلوع إذا أن التصريح طلع من الوزيرة ردنا على أمور كتيرة من كلام سمحت السيد الأخير سفيرة أكيدة أنه سمحت السيد قال أنه أمريكا يلحش بالدولار والقد نستعين بالصين وبروسيا وبكل دول صديقة لحتى نأمن الموضوع وهيدا كلام جدي ورح يكون له ترجمة ببعض الأمور العديدة لو حتى قال أكتر من هيك يعني هو التركيز على قصة إنه قال الهدف تجويعنا ويلي بجويعنا سنقتله إذا جوعتونا سنقتلكم يعني هي ارتكازت أو الارتكاز كان على هالنقطة صح كله هيدا في ردود وردود متبادل بالموضوع نحن في سياء حرب إقليمية وأمريكا بتضغط دايما على اللي بيزعج إسرائيل والمقاومة بالطبع معروف موقفها من إسرائيل انطلاقا من هالموضوع التصريح الأخير اللي صدر بالشكل وبضمنون السفيرة أكيدة حكيت كلام شوي عالي يتنافى مع دور لقلة عم تشخص شي وعم تتعين فريق لبناني مثل إذا بدك تقول إيران عملي التصريح على 14 أدار مسؤول إيراني أو السفير الإيراني باللبنان طد هالموضوع في دعسي نقصة رد علي القاضي بدعسي نقصة من عنده القاضي راح باتجاه العلام وقال على العلام عدم استقبالها خلال سنة لو في غرامة شي للحرفية تبع الكلام تبعه وللقاضي وشي للحرفية تبع كلامها الواقع نحن في خدم مواجهة زواهرها اليوم طلعت بكلمة من هون وكلمة من هون هي دعسي دعسي هون رد عليها بدعسي هون مشاهد؟ إنما هي بتعبر اسمح لي ما بدنا نركز نحن على الشكل لأنه بدوا يتكرر كتير أمور من هالكلام وكتير أمور من السجلات قد تصدر عن حكومة قد تصدر عن غيرها منحكي جوين وصلنا وصلنا اليوم إنه وزير الخارجية باعت وراها بكرة وفيه بالطبع المواعدة الدبلوماسية تبع جناب بتحدد الأصول والقواعد بالموضوع هيدا وعلى أساس بس برجع باللك هذا النمط من السجلات قد يطرأ بأشكال مختلفة طيلة الفترة الآدمة لأنه فيه تصعيد بالمواجهة هيدا تحت عنوان الوضع الاقتصادي والمعيشة طيب يعني أنت بتعتبرها جنرال إنه دعسي ناقصة مقبيلة دعسي ناقصة يعني السفيرة عمل دعسي ناقصة والقاضي مازح عمل دعسي ناقصة كمان فقالت لنا قولا بس هيدا دعسي ناقصة وكأنه حاصل على تغطية سياسية يعني لما اليوم النائب حسن فضل الله بيحكي عن اعتداء سافر لهذا التصريح للسفيرة الأمريكية ولما بينتقد يلي وقفوا إلى جنبه بمواجهة قرار قضاء حر وصفوا بأنه قرار قضاء حر يعني بمعنى آخر حزب الله عاط حصاني سياسي لهذا القرار أو لهذه الدعسية اللي وصفتها بالنقصة بدي أسألك سؤال لما قاضي أمريكاني مثلا بيطلع قرار بقاسم تاج الدين وبيطلع طرار بيصب شاب من بيد درويش بيحكمه 24 سنة لا شاغل بأمريكا ولا حدا منهم قاتل بأمريكا ولا رأي على أمريكا وبيعملوا تسويب 50 مليون دولار لتاج الدين وبدوا يطلعوه وطلبوا منه بالأول لأنه ما من قعدك ولا نهار بتدفع 250 مليون دولار رفض طيب ما هيدا قاضي كمان وقت المجموعة نواب بأمريكا دخل لك بيطلعوا قرار اسمح لي شوي على نواب لبنانية أنه توصية عم يحكوا بحرية الرأي هيدا طيب مثلا نحنا شو عم نعمل بالموضوع نحنا أبن عن جد ميدين للمقاومة العلاقة مع السورية هذا شي معروف بيشتر لبنان ونحنا نواب عمانطة شريحة الكبرى فيها الأساسية فيها هي مقاوم نفس مقاوم ونعبر نحنا عن هذا الشعب شو قولوا لينا هيدا اللي بأمريكا سواء كان قاضي أو كان عقوبات أو كان شخص أنه يقدر يقرب علينا شو قولوا لينا طيب هولي أتداء من دول عدوة بس الفرق أنه لما ضعيف بيحكي بتقوم على الأيام لما قوي بيحكي بيعطوه حق ثم أنا بتطلع الدرجة اللبنانية هي مثلا السفيرة طلعت معتدلة يعني السفيرة أنا بالنكلم شفتها معتدلة رائقة في الهيئة بالحديث طبعها جد وضحت موقفها وقالت بس اللبنانيين هل يذكرون لأيام غازي كنعان لما واحد يحكي مثلا عن سوريا سوريا ما ترد تشوف 200 واحد باللبنان ومنه النص هولي اللي يردوا يا لطيف يا غيرة الدين بدون يدافع عن سوريا يا خيروه مش مطلوب كل العالم تستنفر الفيزا عزيزي على القلب بس رووا شوية لحالكم يعني أمريكين أكثر من الأمريكية أو من السفيرة أعطيني اسم معي يا خي مين بيورد أكثر كل شي فيه أسم كلهم موجودين كل اللي حكي أقول على الطريقة اللبنانية عيب هيدا أنه كيف عيب يعني أنه سفيرة بتطلع معتدلة وليقها بالجواب طبعها أكثر من اللبنانيين حملوا تسلهم بالعرض ويغيرت الدين يا خي أنتوا اللي عم تقوموا باللبنان عم تنسوا شغلة أنه حزب الله مش سوريا سوريا فيكم تستعينوا وبين مكين اللي تقوموا وليا تطلع على برات لبنان بس حزب الله مرح يطلع برات لبنان اسمح لي شوي هيدا المغالات يشوش الأمريكيين لقل لك كيف يعني اسمح لي شوي أنتوا عم تدلوا الأمريكيين عخرى ببيتهم وعم بتدلوا حالكم عخرى ببيتهم المقاومة بلبنان وحزب الله في لبنان هو حالة لبنانية قوتها بشعبة أكتر ما قوتها بسلاحة قوتها بسلاحة إسرائيل قوتها بشعبة برصيدة بالموضوع هيدا أنت اللبناني المتنطح هلا عم بتكابش كمان معهم على موضوع اقتصادي وغيره وستة حزيران مرأت على خير أنه قبيل الإلاف في فوضى رح نحكي عنها رح نحكي عنها بقولك بالموضوع إذن مختصر مفيد أنا المنظر قدامي بشع شائن شكرها للسفيرة الأمريكية لأنه كانت مثل ما بيقولوا بس ما بيشتكر ولا بيعبر أي لبناني بصراحة راح بالعرض كأنه القصة قصته والقضيدي قضيته وغيرت الدين ما بالنهاية بالسياسة وبالقضاء وبكل شي في دعسات بتعمل العالم قبيل بعضا كله بيسموه سياسي بالموضوع هيدا سواء سيد حسن فضل الله أو غيره وقال كلام عم بيعبر عن موقف لشريحة لبنانية تمثل بمجملة نص اللبنانيين يلي هني مؤيدين بس إني راحوا بالمغالات اللحظة اللحظة اللي وصفت مغالات راح تحت عنوان إنه قمع حرية تعبير يتخيل إنه ممنوع وسائل العلام تستصرح سفيرة ولو 200 ألف دولار كمانا غرامة يعني هيدا هيدا ما بتصير يا جوش روء أنا حرية تعبير أنا فساد شي بعد ما أنا عفولي قبري بالاعتقال لا لقالت عنه نايد الشي قالت تراكم بيت فساد مش نحن شي تمويل إرهاب وهيدا شي الحزب الله مش همسمي المقاومة لا كانوا السفر الأمريكان يجوا لعندي من ريان كروكر لا ساترفيد لفنسد باتل لديفيد هيل لا فلتمان من أيام الجيش للأمن العام بيجوا بيزورونا وبالموضوع هيدا ما هيك في سفر كتير ما عملوا مثلا من فلتمان وطلوع من الفين وخمسة تغيرت اللهجة الأمريكانية على الصحة بس قبل كان كلامهم ملتزم بالموضوع اللي بدي أقول لك إيه أنا عمارس حرية التعبير معك أنا حر يدعم المقاومة ما حدا أقلوا علي شي طبعا مظبوط طبعا طبعا لأنه مش حر يدعمها لأنه موّل منها لا لأنه مصلحة لبنانية أنه يكون في مقاومة لبنان طالما في عدو منها النوع ما في سلام وبتقل لي مصلحة سورية بتقل لي علاق بقل لك شوف علاقتنا مع سوريا من زاوية مصلحة لبنان كيف أي بدائل مثل النوع اللي طرحوا وفات وثبتت الأضمور أنه مش أفضل أبدا من الشي الموجود بسوريا ولأنه نحنا رئى من خلية سوريا متنفس على العالم العربي إذن أنا عمارس حرية رأي لا بدوا يتحشروا فيي نواب أمريكان ويتحشروا بغيري من النواب ويعتبروا هذا ويهددوا بعقوبات أنه يعني مثلا ولا دخلك ما استنفر حدا بلبنان أنه هذا اعتداء على كرامة اللبنان أنا بمثل شعب لبناني بالدستور وبمثل بشورى خاصة أهالي بعلبك الهربي شريحة كبيرة من الناس شو له عندي نائب أمريكاني أنا موالي لإسرائيل إذا أنا وجهة نظر اللبنانية الوطنية تقول أنه طالما إسرائيل موجود والجيش اللبناني لا يستطيع أن يكون بالمكومات اللي عنده أن يكون قادرا على المواجهة وإذا حده علاقة تكاملية مع المكومة مثل ما نحن عملناها من التسعين لليوم أنا لمصلحتي كلبنان أن يكون عندي كوبراد على إسرائيل لبما ينوجد سلام عندي نقطتين خلي ترد إسرائيل هلأ مزارع شبعة وما تتعدى على الحدود وما تتعاطى بالنفط وتحل قضية اللاجئين وأنا من هلأ بنضيلك عبره أنه سيد حد نصر الله بيغي المكومة لك رميل إيران ولغير إيران بدأك أكتر منك حجبه يزيد عندي نقطتين نحن معنا نقطة ضعف هذا الموضوع تبه اللبناني يدل الأجنب على خراب البيوت مثل ما دالوا غازي كنعان ورسطهم غزالي على الفتاة في لبنان شو بيعرفوا غازي كنعان ورسطهم غزالي بالفتاة في لبنان أخدوه على مجلس الإمارونار وأخدوه على القروض وأخدوه على المجرين وأخدوه على كل المعال وطلعوا معهم سروية تنتبه أنا بعرف السيارات اللي بيعطها الحريرة وسباك الدبها اللي بيعطها غيرهم والجبن اللي بيعطها غيرهم والنسوين اللي بيعطوا غيرهم وهو دي هوقا بيعملوا هلأ مش عصر سوريا صار عصر أميركا وعصر أميركا بيعملوا نفس الشي هيدا اللبناني تاجر جبنة كمان جبنة شو فانج روفر جبنة كل أسبوع لاب عبد الحايم خدام بيحب الجبنة الفرنسية نحن ما منهتوك أعراض بس يسمحوا لنا انتبه نحن عنا علاقات كان انتبه أنا ما كنت أمنعام ما مسكر على حدا ما في جمعة تامة بيجي فلتمن وغيره وغيره لأن جاورنا كدولة لبنانية أن نتعاطى بس نتعاطى كيف هن فاهمانين أنه موقفنا نحن لبنان مع المقاومة والعلاقة مع السورية برأيك لماذا المزايد السخيفة برأيك بكرة وزير الخارجية وزير الخارجية الذي استدعى السفيرة الأمريكية ورح يحكيها باسم الحكومة اللبنانية شو لازم وزير الخارجية يعمل لازم يتشكرها ويقلها أنا بصراحة بعد ما سمعت كلامك وسمعت اللبنانيين صرت بلوم اللبنانيين أنا وياكي ما في مشكلة شو المسخرة هيدا هل برأيك ما بيحروز أصلا هيدا حادث عرضي سيتكرر منه الكثير وسيزداد بس انتبه بالحسابات الاستراتيجية اللي بيفكر أنه المقاومة في لبنان هي مثل سوريا بلبنان بيكون غلطان كتير بيكون غلطان كتير وبيكون عم بجر أمريكا لهاليكا لأنه ما في مطرح فاتت في أمريكا من عند طالبان عم بتصلاحها اليوم بقطر للعراق لو ما بدك ما فاتت مطرح بس الخائن اللي وطنوا بلبنان هو البدل الغريب كيف شو كيف يدفع البلد فاتورة غالية نحن مستقبل السفراء عايقين نبتعر شو الهدف شو بقول له أنا لفلت منه غيره تفهموا موقفنا لحتى إدارته ما تاخد قرارات على مستوى لبنانيين آخرين متطرفين تجر على البلد يدفع ثمن أكبر هاي دي وش بيتك انت لما بيزورك سفير تحكي الحقيقة وتدله كيف ما بيدفع بلدك فاتورة كبيرة نتيجة التضليل غيرك لقلو ترجمة نانسي قنقر